سبع طعش واحد الف تعلو أصوات الاشتباكات وتتصاعد المواجهات في أرياف مدينة دير الزور شرقية سوريا بين قوات العشائر العربية من جهة وقسد حليفة واشنطن في المنطقة من جهات أخرى وسط تعقيدات المشهد العسكري في المنطقة التي تكثر فيها القوى ما أدى إلى تطورات متسارعة محلية وإقليمية وفي أحدث عملياتها ضد نقاط قسد تمكنت قوات العشائر العربية خلال عملية هجومية في منطقة الجنينة غربية دير الزور من أسر ستة عناصر من قوات سوريا الديمقراطية إضافة لتدمير النقطة العسكرية وفق صفحات محلية بعد أن تمكنت من أسر خمسة آخرين قبل أيام في حين شهدت بلدة الجرذي وسويدان جزيرة ودرنج بريف دير الزور الشرقي اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية بين الطرفين المواجهات بدأت في آب 2023 بين قوات العشائر العربية وقسد شرقي الفرات بعد اعتقال الأخيرة قائد مجلس دير الزور العسكري أحمد الخبيل في الوقت الذي تؤكد فيه العشائر أن اعتقال الخبيل لا علاقة له ببدء القتال وإنما ممارسات قسد الظالمة تجاه أبناء المنطقة إلى ذلك تستكمل المدفعية التركية وسلاح الجو عمليات استهداف عناصر وقيادات قسد المصنفة على لوائح الإرهاب في أنقرة موقعة عشرات القتلى والجرحة بالتزامن مع تلويح للقيادة التركية بإمكانية شن عملية عسكرية برية